موسيقى 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 السلام عليكم كديرين بخار عباشركم بروكا وكل عام انتو ما بخار باش مما كتمنى وبصحة والسلامة يا ربي كل سنة وانتو طيبين وعيد مولد نبوي سعيد علينا يا رب وعلى الامة الاسلامية وعلى كل الناس احنا بنعيد المغرب و بنعيد مصر و بنعيد كل العالم العربي طبعا وكل الناس كلها ان شاء الله يا رب تبقوا بخير وبصحة وسلامة النهاردة ان شاء الله هنقدم لكم عيد المولد بس في المغرب هنقدمه ازاي هنقدمه من خلال الاكل اللي احنا بنعمله او بنقدمه عندنا طبعا احنا بنعمل وصفات كتيرة جدا في عيد المولد النبوي بالذات او عيد الميلود كيف ما كان جلولي في المغرب فبالتالي كنقدمه فيه وصفات كتيرة 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 وش هي بزاف النهاردة هنقدم ليكم كسكسو بالتجاج والتفاية و هنقدم معاه طاجين ديال البرقوق والمشماش والاناناس خليكم معنا نمشيوا الفاصل و نرجعوا لكم موسيقى هرجانا لكم الفاصل مع اول وسطة عندنا اليوم اللي هي التجاج بالتفاية النهاردة انا اول كسكوسي بالتجاج بالتفاية النهاردة طبعا انا اخترت يعني ابعد شوية عن نوع الكسكوسي المعتاد اللي احنا بنعمله اللي هو الابيض مشيت للبلبولة مش عارفة هنا في مصر اسمها ايه بس موجودة في السوبر ماركت يعني ممكن تساعدوني وتبعتوني اسمها بقى عارفة برضو احفظوا اللي هي دي يعني هنعملوا بالبلبولة اليوم هنحتاج فرخة فرخة تكون وزنها تقريبا ما بين الكيلو كيلو و نص على حسب لنا عاملها على المقادير لنا عاملها اللي هي عندكم على الشاشة حمص يكون منقوع منقوع ليلة كاملة طبعا يستحسن يفضل احسن من بتاع العلب كزبرة وبقدونس حزمة كزبرة وبقدونس وبصل مفروم ناعم سمنا عواد ارفة جنزبيل زعفران ملح وفلفل اسود وزيت عادي على زيت زتون يعني الاثنين خليني اخذ اول حاجة خلنا نعمل حاجة حاجة عشان ما نتوحش من بعض هنعمل اول حاجة الزيت بتاعنا زيت زيتون مع زيت نباتي عادي بالشكل ده يعني ده من ضمن الوصفات اللي احنا بنعملها في العيد بصراحة عايز اقول لكم بتبقى حلوة جدا بنقدمها للناس طبعا العيد ده عندنا مميز جدا ما يقلش اهمية يعني عيد مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما يقلش اهمية عن العيد الزغير العيد اللي هو بيبقى عيد الفطر يعني احنا بنقوله العيد الزغير ما يقلش اهمية عنه تلاقي الستات بتلبس وبتلبس اللي هي العبيات المغربي وبتتزين وبنزبط يعني يعني بندلع نفسنا من الآخر يعني والرجالة نفس الموضوع اللبس التقليدي المغربي اساسي منه في العيد ده الزيارات بنبدل الاطباق مع بعض يعني ده يديل ده ده يديل جارو ده يديل الاهلو بنروح نتغدأ او نتعشى عند كبير العيلة زي ما احنا بنعمل يعني كل التقاليد بتاعتنا اللي في المغرب المميزة بصراحة بنعملها زي ما بنعملها في العيد الزغير بالزبط بنديه اهمية كبيرة جدا لانه بالنسبة لنا فرحة في دلوقتي بقينا كمان الفترة يعني الفترة دي بقينا كمان نعمل حاجة تانية ما بقيناش بس نلبس وخلاص لأ احنا بنلبس ونخيط جلاليب جديدة او تكاشط او قفاطا على حسب اللي بس المغرب التقليدي طبعا بس انا بقول اسماؤه ونعمل ايه والولاد الزغيرين يشتروا لبس يشتروا لبس جديد خالص عشان يخرجوا في العيد يبقوا تمام مع اسحبهم يعني بقى عندنا مهم جدا لاننا بب كانت تكساوه فيه يعني ولينا كانت تكساوه فيه اللي هو بناخد كسوة جديدة طيب هاخد الملح خلوني احط الملح بتاعي والفلفل هنا طبعا حطينا البصل حطينا الحزمة بتاعت الشبت والبقدونس زعفران جنزبيل وكمان السمنة والملح والفلفل ده اكيد هقلبهم تقليبة وبعد كده هقوم حتى الحزمة بتاعتي بتاعت البقدونس بتاعتي خليني اقلبها كويس نخليوها نحطوه يتشوح شوية واقوم حتى معاه الحزمة بتاعتنا الحمص طبعا ما بحطوش دلوقتي غير لما يتشوح معايا كويس جدا واقوم قلب الحمص معاه هزود عليه دلوقتي الحمص لو انتو شكين ان الحمص عندكو هيستوي على طول يبقى هنسيب هنسيب الحمص مش هننزله غير اخر نص ساعة لو انتو شايفين انا هكتفي بالحمص ده لو انتو شايفين ان الموضوع هياخد معاكم الحمص هيتهيري خفته يتهيري منكو انا مش عاملاه في الكوكوت او في حلة الضغط فبتالي مش هيتهيري معايا دوب تكون استوة الفرخة هيكون استوى معايا الحمص كمان هقلبه تقليبة بسيطة ونروح نعمل مع بعض تفايا بتاعتنا تفايا اللي هو السوس اللي احنا بنعمله هو ده اللي بنسميه تفايا بيبقى عبارة عن بصل وزبيب وطبعا كل حاجة وليها تتبيلتها يعني كل طاجين وليه تتبيلة بتاعته تتبيلة معينة خليني احط المية بتاعتين ونغطيه بسم الله دايما نحطوا المية من الجن المية اللي هتكفيكو انا هحطها اكتفي بده في الشكل ده ودايما اقلبوها اقلبوا الفرخة من عند ناحية السدر لان هنا احنا عارفين انه اللحم قليل او رفيع خالص وهيستوي معانا بالبخار وفي الاخر كده كده احنا هنقلبها اهم حاجة يبقى عندنا السدر هو اللي نازل اللي تحت عشان يعمل معانا يستوي بسرعة ما ياخدش مننا وقت طويل خليني يقلق دي هنا ودي هنا عشان نعملها مع بعض طبعا الحلة نعر دلوقتي هنعمل ايه تعالوا نعمل البصل بتاعنا يلا التفاية بتاعتنا عشان افكركم بس او عشان اقول لكم التوابل بتاعتها هنحتاج فيها بصل شرايح زيت زبيب سكر زعفران شعرا كوزبارة نشفة زعفران باودر جنزبيل باودر سمنة والسمنة اللي هي سمنة المغربي ممكن نستبدلها بالسمنة العادية زي ما انا عاملة عواد ارفة ممكن تستبدله عواد الارفة بالارفة الباودر زي ما تحبوا اول حاجة هاخد الزيت بتاعي ونحط السمنة وهنزل البصل طبعا انا بعد الحل عن النار لسبب معين لا اقل ولا اكتر عشان عندي السعيد معلش هما الشباب متوصيين فيها زيادة في البصل فخليني اشيل المقادير بالزبط هتلاقوها موجودة عندكم على الشاشة عشان تبقى معاكم مزبوطة ويبقى طعمها حلو زي ما ارجع وقل لكم كل شيء اخووا ليه طريقة انا بعملتها بشيء 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 اعملها لكم بطريقة زينب فاعملوها بطريقة زينب عشان تعجبكم جدا هتبقى حلوة معاكم هتبقى يعني سهلة وبسيطة ومش هتغلبوا فيها بيبقى التاست بتاعها حلوة قوي انا زي ما قلت لكم سلت الحلة من على النار عشان خاطر حاجة واحدة ان الحلة سخنت مني قوي طيب الفترة اللي بتتشوح عندي خليني اخد دي الفترة اللي بتتشوح عندي فيها انا مش هعمل فيها دلوقتي ايه حاجة غير لما تبتدي البصل يدبل معايا او يبيض معايا شوي تعالوا خليني اوريكو الكسكوسي او البلبولة بتاعتي انا هعملها ازاي انتو ممكن تعملوها باي نوع يعني ما تحكموش البلبولة فقط يعني دي بنسمي احنا في المغرب البلبولة ممكن نعملها بالكسكوسي ممكن نعملها بدقيق الدرة ممكن نعملها اللي هو بداز جنسميو احنا في المغرب بدقيق الدرة بنقولو احنا بداز ممكن نعملها بالكسكوسي العادي او الكسكوسي اللي احنا بنفتله في البيت عندنا فعادي أنا هوريكم هعمل فيه إيه بس خلوني أحرك البصل بس كده تقليبة بسيطة هناخد المية مية سقعة عادية جدا هاخد البلبولة نفس طريقة الكسكسي اللي احنا بنعملها عادي هناخد البلبولة هننزل فيه ناس بتحب تغسلها يعني فيه طريقتين فيه ناس بتحب تغسلها أنا بصراحة بحب أعمل لها كده زي ما عودتني ممتي فيه بيقولك عشان تستوي بسرعة جدا لازم نعملها ازاي ننقعها في المية ربع ساعة مية تبقى فترة مش سخنة ولا ساعة تبقى فترة وبعد كده نقوم عاملين ايه حطينها على الحلة بتاعة الكسكسي اللي هي الكسكاس اللي احنا بنسميها الكسكاس أنا بحب أنزل عليها مية واعد أعملها كده لحد ما تشرب مني المية وتشبع مية كويس جدا وبعد كده بنزلها في الحلة بتاعتي بسيبها عشرين دقيقة يعني بعدا منزلها بالشكل اللي انتو شايفينه ده بس أهم حاجة تبقى شربت عندي المية مش 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 مبلولة عشان ما تعجنش مني ايا كان كسكوسي انا الكلامي ده على كل حاجة على كسكوسي على البلبولة على بداز اي حاجة احنا بنعملها تبقى بالشكل ده انا طبعا انا عملاه عشان هو بياخد وقت هياخد حوالي عشرين في عشرين في عشرين يعني هياخد له مدة شوية طيب انا بسيبه هنا بالشكل ده ما بنغطيهوش بنسيبه بالطريقة اللي انتو شايفين هدي يفور على الكسكاس او بنخليه في الكسكاس بتاع الحلة بتاعته يستوي مدة عشرين دقيقة بعد العشرين دقيقة بنعمل ايه بناخده تاني نطلعه ونقوم نفس الحركة بتاعت المية اللي انا عملتها باخده اقلبه في الطبق نعمل نفس الحركة بتاعت المية ونزود عليه معلقتين من الزيت العادي او الزيت النباتي بنقلبه مش زيت زاتون يعني مش عايزين زيت زاتون دلوقتي بنقلبه بالزيت بنقلبه بالزيت النباتي لحد ما نحس ان الكسكوسي كله تغلب معايا زي ما انتو شايفين البصل بتاعي بيبتدي ينزل المية بتاعته تماما بيبتدي ينزل المية يعني احيانا احس انه خلاص الطرخة معايا او البصلات بتاتكت الدوب معايا هعمل فيها ايه هبتدي ازود الحاجة بتاعتي كلها ما عدا يعني خليني اخد عواد القرفة الاول جنزبيل او سكنجبير الخرقون بالدي اللي هو الزعفران بالدي من كترش منها اوي هتلاقوا المقادير مزبوط عندكم عشان يطلع عندكم تست مزبوط موجود طبعا تفاية بتاعت الكسكوسي بتاع الجج لازم الزعفران يعني انا بحسها لازم ضروري منه الزعفران شعره بس لو مش متاح عندنا ومعناش امكانية اننا نجيبه ما يمنعش عادي جدا مش مشكلة هنعوضه بالزعفران الفودر مش هنحس بالفرق كتير بس انا بحسه بصراحة بحسها لازم نعمل ده معاه يعني حتى لو قرصة يعني احنا عارفين انه غالي بس يعني اه نقطة بسيطة هقلب كل ده هنسيب السكر اخر حاجة هحط هخليهم يتشوحوا تشويحها مع بعض حدا ما حسنهم خلاص يعني البصل مش هضله حاجة ويبقى معايا تمام وهقوم عاملة عليه الميا هنقعد نقل فيه بالشكل اللي انتو شايفينه ده اهو بنشوح كله مع بعضه خليني احط شوية ملح كمان نحط الملح بيبقى عندنا بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كده نزود عليه الميا الملح ما بنكترش منه عايز اقول لكم بيبقى طعمه هايل بصراحة يعني بجد بيبقى طعمه هايل هزود خليني ازود الميا ما نكترش الميا بس عشان ما يبقاش عايم عندي في الميا ونقوم عاملين ايه مغطين عليه نخلينه هياخد مننا حوالي تلاتين دقيقة عشان يستوي معانا هتعدي تلاتين دقيقة هم هقوم منزلة عليه هيبقى نص الميا تقريبا يعني نص الميا هيختار معايا هيتبخر معايا هيكون تقل معايا بقى زي السوس زي المربة او زي بحال كونفيتور يعني بيبقى تقيل معايا قوي اقوم زودة عليه السكر واسيبه يغليله عشر دقايق كمان ونطفي عليه النار بتاعنا وبيبقى عندنا جاهز انا طبعا مجهزة الكوسكوسي هنا وللتزيين انا هنا واخده بيد مسلوق ولوز مسلوق لوز مسلوق ومقشراه وقليته في حمام زيت يكون سخنة قوي اهم حاجة يكون سخنة قوي ننزلوا في يدو بياخد اللون الدهبي وبنطلعوا انا قبل ما الفرخة بتاعتي تستوي وتفايا بتاعتي كمان تستوي نطلع فاصل ونرجع عليكم على الطول باش نقدموا سكسو ديالنا خليكم معانا رجعنا لكم الفاصل مع الدجاج او معاك سكسو ديال تفايا الدجاج خليني انا طبعا حطيت الكوسكوسي اشلت التاني وخليته يكمس وها في حتة تانية وخدنا الكوسكوسي بتاعي برضو عشان نقدمه سخنه هقدمه خليني نزله على طول بسم الله او البيبولة ديالتي وعايز اقدمها سخنة بالشكل ده زي ما انتم شايفين تبقى سخنة جدا خليني اخد المعلقة دي والصوص بتاعي برضو استوي معايا كويس جدا بس انا عملت في ايه خليني عايز ازبوط بصراحة زي ما بعمل في البيت بايدي بس هو بيبقى سخن فاحنا بنعمل بالراحة خالص طعمه بيبقى تحفة جدا بنقدمه في العشاء بقى في الغدا كل واحد بيبقى عايز يقدمه امتى وبنقدمه فيه زي ما نحب يعني زي كل واحد وهو بيحب ايه هنقدمه بيه في التوقيت اللي احنا عايزينه بس ده من الاكلات اللي احنا بنقدمها في عيد المولد النبوي بيبقى الاحتفال بتاعنا بالاكلات مش بالحلويات بصراحة بنعمل الحلويات اللي هي حلويات الشاي العادية زي اللي احنا كنا سبق وعملناها بنعمل اشكال كتيرة قوي طبعا هي اشكال لا تحصى ولا تعد بصراحة بالنسبة للحلويات خلينا ناخد السوس السوس انا بعد المستوى معايا خدت الفرخة بتاعتي طلعتها منه دخلتها الفرن اه خدت لها لون زي ما انتم شايفين بالشكل ده يدوب خدت لون بسيط جدا وشلتها خليني زي ما انتم شايفين انا باشتغل بايدي خلينا نحطها كده عايز اقول لكم اه جربوا الكسكس ده بالشكل اللي انتم شايفينه ده هيعجبكم ان شاء الله جدا 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 هاخد دلوقتي الحموس بتفيد الحموس اللي هو معمول بالبصل سوري وهنزله على الكسكسي الحموس في ناس ما بتحبوش بالحموس بس بصراحة انا بحبو جدا بالحموس تربينا عليه بنكله بالحموس جدتي وجدت جدتي يعني كله كله بيعملوا بالشكل ده في ناس ما بتحبش تخلط معا الحموس بتحب تسيب الفراخ بس والتفاية على طول يعني احنا بصراحة بنحب بنعمل الحموس كيف ما كنقوله احنا في مغرب ما بنقولش الحموس بنقول الحموس عايز اقول لكم بيبقى طعمه حلو جربوا يعجبكم اوي 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 فعلا لانه هو فعلا حلو اوي انا هكتفي بالقدر ده من الحموس خليني احط ده هنا واخد العود التاني ونحطوه وهنا بالشكل ده ونمشيو التفاية بتاعتنا التفاية بتاعتنا بنعملها ازاي هوريكم برضو بتبقى عاملة ازاي لما تستوي بتبقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده هاخد التفاية بتاعتي فيه ناس عندنا بيقدموها لوحدة بس هو كطبق تقليدي بنقدمه ازاي انا هوريكم بنقدمه ازاي بنعمله بالشكل ده بنزله عليها بس بالراحة طبعا ممكن نسئل كوسكوسي زي ما احنا عايزين بس انا عشان قريدي حطيت السوس والسوس فيه كتير فهو كده كده هينزل مش عايزاه يبقى تقيل عليه يعني مش عايزاه يبقى سوس كتير قوي اللي بيحب نحط السوس بتاعنا بناخده وبنقوم حطينه مزودينه زي ما احنا عايزين اللي عايز السوس بناخده خليني دي احطها كده اللي عايز السوس بنحطه ازاي بنحطه في سلطنية او في بولة واللي عايز السوس بياخد زي ما احنا نحب بالشكل اللي انتو شايفينه ده تكون تفايا ديالتنا وجدات اوكسكسو بتفايا وجد بسم الله كيسة هلفوا منكم او كل اللي نقصوا انوكو تيجوا تتفضلوا معانا هو سخن كده وناكلوه بصحة والراحة طيب طاجين اللحم بالبرقوق هنحتاج فيه ايه هنحتاج فيه لحمة انا هنا واخد لحمة موزة بصل متقطع شرايح جنزة بالباودر وزعفران شعرة زيت زيت نباتي زعفران او اللي هو الخرقوم البلدي ثم هروس ملح وفلفل اكيد ده بالنسبة لللحمة بالنسبة للصوص او الفواكه الجافة هنعملها ازاي هناخد فيها انا او انا محتاجة فيها ايه انا واخد مش مش راسيا واناناس واخد معاهم كمان سكر زعفران شعرة ارفع باودر ارفع واد جن زبيل وسمنا بالنسبة للتزيين هاخد السمسم واللوز ده بالنسبة للطاجين دي اللي احنا هنعمله باللحمة والفواكه الجافة اللي هي الاراسيا والاناناس والمشماشي بس انا عايز اعمل حاجة في الطبق الكوسكوسي اللي قدامكم ده عايز اعمل فيه حاجة قبل ما اخليه لكم هنا انا طبعا عملة لوز وبيض عشان ازاين بيه فخلوني اخدو ازاين معلش لخبط لخبط عادي جل ما اللي يسهو فعادي احنا لسه فيها اهو وبعدين انا بعمل هنا انا ما بعتبرش نفسي في برنامج انا بعتبر نفسي اني في بيتي فخلوني اتعامل زي ما انا يعني خلينا ما نعدش نعمل اي حاجة غري اني اتعامل معاكم بطبيعتي فقبلوني زي ما انا معلش اعزروني هاخد البيض بالشكل ده ونقدمه سبحان الله دايما باجي اقدم الطبق ده بنسى البيض ما عرفش ليه بنسى بنسى يعني انا ما بنساش اللوز بس بنسى البيض على طول في الطبق ده حتى عندي في البيض على فكرة برضو بنسى يعني فعذروني بان ده بيتي التاني فانا بس سمحكم عذرا اهو بسم الله ايوا كده كده خلاص يعني كده اكتمل بصراحة خلينا نقدمه بالشكل ده ونروح دلوقتي اللي احنا او الحاجات التانية اللي احنا هنعملها مع بعض اه اللي هو الطاجين دي النادي القجاجة انا هقدمه لكم في حلة انا او هعمل وهوريكم هعملوا في حلة وهنقدمه في طاجين نظرا لان هنا ما عندناش او او في مصر هنا الناس اللي هتعملو مفيش طاجين فاحنا هنعمله مع بعض في الحلة هاخد اول حاجة خليني هم حطيني هنا مقدار الزيت بتاعي المقدار بالزبط هتلاقوه عندكم على الشاشة هنا باخد انا زيت عادي مش زيت زتون خالص هاخد كمان البصل هنزله فيه البصل بيبقى كتير بنشوحه لحد ما يدبل معانا خالص بنشوح البصل كويس جدا اهم حاجة يبتدي يبيض معايا مش لازم يدبل خالص بس يبيض معايا شوية بعد كده بنزل فيه اللحمة طبعا انا يعني انا مستحرم ومش هحط اللحمة دي كلها هحط حاجة بسيطة اوريكم بس احنا ايه هنعملها ازاي او طريقتها ازاي وهنعمل مع بعض لان انا قريدي عاملها لكم لانها هي هتاخد لها وقت هياخد لها حوالي ستين دقيقة فانا قريدي عاملها مجاهزها بصراحة فهعملها لكم نوريها لكم قدامكم ازاي بنعملها ازاي بنحضرها وهوريها لكم ازاي بتبقى عندنا جاهزة على طول يبقى طعمها حلو جدا اللحمة وده من الحاجات اللي احنا بنقدمها في الاعياء طبعا في العيد في المغرب ما بنحطش حاجة واحدة يعني بنحطش اكلة واحدة بنحط اكلتين وبعد كده الحلو الحلو بقى يعني مثلا خلينا في الاكلات الاول بالنسبة للأكلات بنحط ايه؟ يعني فيه اللي بيحط طاجين للحم مع كسكسو فيه اللي بيحط الصفة يعني عندنا فيه بيحط الرفيصة من الاساسيات برضو يعني عندنا حاجات كتيرة قوي بنقدمها بصراحة حلوة يعني يعني فيه حاجات بصراحة بنقدمها بيبقى طعمها كتير قوي وحلوة وفيه اللي بيعمل باستيلة دلوقتي يعني بقوا حتى الباستيلة بنعملها في العيد المولد النبوي على حسب كل واحد هو عايز ايه؟ بس كعادات التقاليد بنعمل كسكوسي يا ام الرفيصة دول اهم واجبتين عندنا بعد كده بنكملها بصفة او بالحاجات اللي انا اقولت لكم الطاجين اللحم بالبرقوق والمشماش كل واحد اشنوكي عجبوه او كل واحد اشنوكي فضن كان قدموه زي ما انت شايفين توابله بسيطة جدا جنزبيل فلفل اسود ملح وزعفران وطبعا انا حتى كمان زعفران شعره زعفران اللي هو البلدي اللي هو الفاودر وكمان حتى عليه انا مزودة زعفران شعره لانه انا بالنسبة لي اي حاجة فيها فواكه جافة او اي حاجة بيدخلها البصل عندي مسكر بحس ان الزعفران شعره بيديها طعم حلو جدا بصراحة ان احنا عارفين انه المطبخ المغربي يعتمد على الزعفران والجنزبيل والزعفران وسكنجبير دول اساسيات خلينا نجيب دول كده وعشان نعمل الفواكه الجافة بتاعتنا هنحتاج فيها ايه هنحتاج انانس انانس كامبوت بالشكل اللي انتو شايفينه ده اراسياء او برقوق وكمان مش مش جاف سامنا عواد ارفا ارفا باودر زعفران سكر وجنزبيل وسمسم ولوز متحمصين للتزيين عشان نزين بيهم خلينا اخد حل بحلة بتاعتي الكلام المغربي على المصري لما بيدخل في بعض وبحس اني بتكلم لغة ربعة بحس اني بتكلم لغة ما حصلتش قبل كده اول حاجة هناخدها اه الزبيب ديانا مع السمن طيب هاخد السمنة بتاعتي هنزلها اول ما تبتدي الدوب معي هقوم منزلها كل حاجة على بعضها يعني كله 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 هنزل برقوق مش ماش يناس بتزود كمان زبيب اللي عايز زبيب يزود زبيب هاخد عودين ارفا بس هكتفي بعودين ارفا لان هنا العواد كبيرة مش زينا احنا عندنا العواد بصراحة صغيرة الزعفرانش عارف في الحاجات المسكرة بصراحة بعشقه انا كده كده حتى ارفا فمش هزود الباودر كتير جانزة بيه لبرده وبنخطش كتير مقدير بالزبط هتلاقوها موجودة عندكم على الشاشة عشان تبقى مظبوطة معاكم وتعالوا نقلب اللحمة بتاعتنا الاول طبعا الكلام ده بنعمله في طاجين المغربي طاجين المغربي بيتقلب بالشكل اللي انت شايفينه ده في الاول بعد اما بنحط المية محدش يلمس طاجين المغربي ابدا انه هي رصة واحدة تبقى وبيطلع مظبوط لا بتلاقي يتحرق منك ولا بتلاقي اي حاجة ولا اي مشكلة فيه طيب هسيب السمسم واللوز للتزيين الاناناس ما بحطوش مع الفكهة دي لانه هو قريدي كمبوت فهيتهري مني وما بنحطش الاناناس العادي لانه بيبقى صعب في الطبخ بنتبخه لوحده لو عايزين نعمله بنعمله في طاصة لوحده لانه ما بياخدش وقت بياخد حوالي عشر دقايق بيبقى جاهز معانا فخليني اسبهم على جنب فيه ناس بتحب تحط السكر في الاخر وفيه ناس بتحب تحطه في الاول وفيه ناس بتحب تحطه في الوسط انا بحب احطه في الاول خالص عشان يديني تسكيره وتعسيله للحاجات كلها او للفواكه الجافة اللي انا عاملها كلها بيديها طعم حلو بصراحة نفس الوقت الطاجين بتاعي بيتعمل اول ما حيث ان السكر لف على الفواكه الجافة بتاعتي كلها شوفوا احنا مش بنعمل اه هو مش استنبق الطبخ المغربي مش استنبق واحدة احنا بنعمل بنشكل كل واحد بيدي لمسته الخاصة كل واحد المهم في الاخر انه بيطلع الطعم المغربي اللي هو مغربي اصيل زي ما احنا بنقول وبيطمع عندنا الطعم يجن الحمد لله يعني لو عملتوا الحاجة زي ما هي احنا عاملينها هتبقى حلوة او زي ما انا عاملها لكم هتبقى حلوة معاكم جدا هتعجبكم جدا ان شاء الله طبعا وتقدموا اكلات جديدة في العيد عندنا هنا عشان احنا عارفين هنا يدوب هو الطبيخ العادي يعني مفيش اكلات مميزة احنا الاكلات دي طبعا بنعملها ضروري 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 بصوا بقى انا هنا المفروض في الطاجين المغربي بحط كباية مية اللي هي كاس كباية شاية او اللي هو كاس العنبة يعني بنحط كباية مية بس انا هنا عشان حلها حتى حوالي نص لتر يعني مزودة مية شوية لانها هتاخد معايا المية يعني هتشرب معايا المية بسرعة فهاسبها كده اول ما تبتدي تغليها ام غطيها ام خليها بالشكل نفس الموضوع هنا هاخد المية هاخده بالشكل ده مش هنكتر مية كتير عشان ما يبقاش مية معانا او يبقى السوس بزيادة مية يعني انا مش عايزة السوس بتاعي يبقى مية معايا انا عايزا كي تتعقد او بيشد حيلو كده بيبقى فيه زي السوس زي الكونفيت يور نفس الموضوع بتاع تفاية بيبقى عندنا زي المربة كده طيب انا المفروض دول اخليهم كده دلوقتي خلينا نغطيهم هاخد الغطى هنا كمان طيب انا هغطيهم وهطلع انا بصراحة اللي انا عاملاها بس هاخليها تاخد غلوة على النار وبال ما نحضر الطبق اللي احنا محضرين فيها خليني احطها على النار زي ما قلتلكم يسخنوا معايا شوية لان انا محضراهم عشان بياخدوا معايا وقت شوية ونروح نجيبو الطاجين ديالنا اهم نمشي ونجيبو الطاجين اللي غادي نقدموه فيه طيب هادا طاجين مغربي اه بامكنكم طبعا انتو تقدموه في الطاجين بتاعكم خليني برضو بحب دايما سبحان الله حتى لو تغسلوا بحب بعد امسح بهم يعني دايما ما تفهموش اه طيب اللحمة بتاعتها هي بتاخد لها حوالي ستين دقيقة من خمسين دقيقة لستين دقيقة الفواكه الجافة بتاعتي اللي هي القراسيا والمشمش بتاخد لها برضو تقريبا يعني في حدود نفس يعني ساعة لربع يعني اقل منها بشوية خليني اخد الحم وايضا بالشكل ونبتدي نعمل ايه نبتدي نحط دلوقتي الحم ديانا شوفوا اللحمة مستوية جدا عايز اقول لكم حلوة جدا طعمها رائع اه زي ما قلتلكم احنا بنقدم اكلتين في المغرب في العيد المولد النبوي الشريف نفرح بيه بنتلم اه يعني بنقعد نمدح في النبي عليه الصلاة والسلام نذكره يعني بعد طبعا بعد صلاة العيشة ده اكيد وبنقعد نغني في ذكر النبي او نشكر فيه يعني نحكي حكايات بتلاقيك كبير بتاع العيلة بيجي يقعد يحكي لك حكايات عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال ازاي كانوا بيحتفلوا بيه زمان فيعني كلها حكاوي حلوة جدا وكلها حاجات جميلة بصراحة نفسنا الزمن اللي هو زمن جدودنا يرجع تاني عشان نرجع نحس نفس الحاجات اللي احنا كنا بنحسها زمان بس الحمد لله على كل حال برضو زماننا حلو وهنا احتفل بيها بنرجع كل حاجة هاخد السوس بعد ما حطيت اللحمة عايزاكم تشوفوها معايا معلش بعد ما حطينا اللحمة هاخد السوس طبعا لو كنا عملنا في الطاجين المغربي على طول بيتحط على النار ما كناش احتاجنا ننقل من مكان لمكان او من حلة لحلة فكان الموضوع هيبقى معانا بسيط هو الطاجين نفسه هناخد بس الحلة اللي احنا عملنا فيها الاراسيا ونزين بيها يعني فقط ده اللي كنا هنعمله بس برضو هنتصرف مش معانا انه ما عندناش طاجين يبقى لقا مش هنطبخ الطاجين المغربي لقا هنطبخه ونقدمه في طاجين مغربي طالما عندنا هنا الديكور موجود يبقى نطبخه ونقدمه وناكله في طاجين المغربي واحنا متبلينه نفس التطبيلة بتاعت الطاجين الفرق الوحيد اننا مزودين هاي يعني المية شوية عن الطبيعي خليني اخد دي كده شوفو تسكرت معايا ازاي او سيلة ازاي زي ما احنا بنقول طبعا هاخد معلقة وشوكا خلوني اخد الاناناس لنول نكتفي باربعة حلوين يلا هاي زي ينهلكوا بنفس الشكل اللي بنعمله في المغرب نقدوه نتفركسو عليه شوية عايزو لكم بيبقى طعمه حلو جدا ما تستغربوش مش عشان انا ناس تقولوا لأ ازاي ومش ازاي لا اجربوا الطاجين هيعجبكم جدا طبعا ناس كتير انا عارفة ناس كتير قوي كالتو احنا عارفين انه في مطاعم مغربية هنا في مصر موجودة كتير ناس كتير قوي سألت عن الطاجين ده اهو الطاجين بالبرقوق جربوه وقولوا لي رأيكم فيه نتمنى ينال اعجابكم بإذن الله خليني اوقفها كده شوية اخد الاراسيا ونزلها ما بين الطبق شوفوا الطبق ده عايز كل اللي هو عايز انتم ممكن تقدموه مع رز بس احنا في المغرب بنقدموه مع الخبز نغمسوه مع الخبز بصراحة بيبقى طعمه هايل بيبقى رائع بصراحة مش هايل وبس فانتم ممكن تعملوه زي ما تحبوا او تقدموه زي ما تحبوا السوس ده لما بينزل مع البصل بيبقى واهمي يعني بيبقى حلو جدا بيبقى طعمه تاست بتاعه رائع بصراحة كده ناخد اخر مش مشاية اخد دي المسكرة قوي نحطها هنا وبالشكل ده بصوا عايز اقولكم البرقوق مستوي جدا اا شكله حلو جدا شكله مغري اساسا اخد واحدة كمان عشان اكمل الوردة دي خليني اكمل هكذا في ناس بتحب تاخد من السوس ده شوية كمان اللي هو السوس التقيل ده وتنزل عليه خليني احاول كده بس حاجة بسيطة يعني مش مش كتير بيديله طعم حلو جدا ورائع بصراحة هناخد اعواد الارفة دول ونحطهم كده ويبقى عندنا التاجين بتاعنا جاهز واخر حاجة اللوز المقلي بتاعنا اللوز اقلوه سوري اسلقوه ونشفوه كويس بعد ما نقشروه نشفوه كويس جدا بعد كده نقوم عاملين ايه خليني مش عايز اكتر عشان يبقى واضح اللا خليني اكتفي بهذا القدر من اللوز ورشة سمسم بسيطة بالشكل اللي انتو شايفين وده وعواش لكم بروكا ومرحبا بكم عندنا وبصحة والراحة النهاردة زي ما انتو شايفين قدمنا لكم واقبتين او اكلتين تقليديتين جدا واكلات مغربية اصيلة جدا بنقدمها في عيد المولد النبوي يا رب كده بالصحة والسلام عليكم وعلى الامة الاسلامية كلها وعواش لكم بروكا قدمنا كسكسو بالدجاج والتفاية وقدمنا اللحم بالفواكه القافة انتمنى يا ربي تكون حلقات خفيفة على قلوبكم ومعجباتكم عواش لكم بروكا وبصحة والراحة باي باي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة